موسيقى دونيور فور ازاي يوكو تاني عاملين ايه رب تكونوا في خير احنا لسه في الواحدة الاولى في مادة الدرسات الاجتماعية اتكلمنا في الدرس التمهيدي عن يعني ايه درسات اجتماعية والادوات اللي بستخدمها وكان من ضمنها الخريطة وخدت ادوات الخريطة والعناصر مفروض تكون موجودة فيها بعد كده دخلنا على الدرس الاول وعرفنا بعض الدول والخرائط اللي موجودة في العالم وبعد كده دخلنا على الدرس التاني وعرفنا ان في حدود بتفسل ما بين الدول والحدود دي كانت طبيعية من خلق الله سبحانه وتعالى او حدود البشرية احنا اللي عاملنها بنفسنا النهاردة هندخل في الدرس التالت سطح مصر ونسوف بقى ارض مصر اللي موجودة وحنشوف سطح مصر ده يعني ايه سطح مصر يعني اصده يقولك الارض في مصر عاملنه زي هل مصر على طول الارض بس كده زي ما احنا بنمشي عليها على طول واللحلة عندنا جبال وهضاب والتلال وعندنا كمان منخفضات وعندنا سهول ساحلية وفيضية فهو ده السطح السطح عندنا موجود منه تلات انواع مرتفعات وسهول ومنخفضات تعالوا كده نشوف امثلا المرتفعات زي الجبال والهضاب والتلال والسهول فيه سهول ساحلية على سواحل البحار وسهول فيضية دي على نهر النيل ومنخفضات زي منخفض القطارة تعالوا ندرس حاجة حاجة بالتفصيل ونعرف يعني ايه كل الكلمة من اللي مكتوبة اول حاجة نبدأ بالجبال لو جيت اعرف الجبال بالطريقة العادية اللي انا عارفها يعني من الجبال اللي انا بشوفها ان هي ايه ارض مرتفعة عن سطح الارض صح عبارة عن ارض كبيرة طلع الفوق هي دي ارض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار يعني ايه شديدة الانحدار يعني منظلقة قدية يعني انت لو وقفت عليها ممكن ايه تتزحلق زي جبال البحر الاحمر على ساحل البحر الاحمر ودي صورتها وجبال سانت كاترين في جنوب شبه جزيرة سيناك ودي اعلى قمة في مصر دي صورتها وجبل العوينات في جنوب غرب مصر التلت جبال دول من اشهر الجبال اللي موجودين في مصر ومن اعليهم واعلى جبل جبال ايه سانت كاترين فين جبال سانت كاترين دي في جنوب شبه جزيرة سيناك وده بيجذب السياح ان هم يجوا يزوروا مصر عشان يشوفوا الجبال دي وبالاخص جبال سانت كاترين السياح دايما بيجولها تاني حاجة الهضاب الهضاب برضو من المرتفعات الهضاب هي ارض واسعة من الارض المرتفعة مستوية او شبه مستوية طيب جزيه الجبال لا دي اصغر من الجبال شوية يعني الطول بتاعها اقل من الجبال طب جوانبها الجبال قولنا ان هي ايه شديدة للانحدور لكن دي ايه لا مستوية شوية تمام زي هضابة الجلف الكبير في الصحروق الغربية وهضابة التياح بشبه جزيرة سيناك يبقى كده خدنا حاجتين بشبه جزيرة سيناك جبال سانت كاترين وهضابة التياح تالت حاجة ندخل على السهول السهول قولنا عندنا ايه سهول ساحلية وسهول فائدية طيب السهول الساحلية قولنا موجودة على سواحل ايه البحار طب احنا في مصر عندنا كم بحر اتنين البحر المتوسط والبحر الاحمر فاحنا هنلاقي ان احنا عندنا ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر ولو جيت عرفها اقول ان هي مساحة من الارض مستوية تمتد على طول ساحل البحر. طب اهي الصورة الفايدية? قلنا مساحة من الارض مستوية قليلة الارتفاع. يعني اعلى من الارض حاجة بسيطة جدا. تتكون من رواسب الانهار وتتمثل في الارض الممتدة على جانبي نهر النيل ودلتا. يعني موجودة فين الصورة الفايدية? على جانبي نهر النيل ودلتا. وبتتكون من ايه? من رواسب الانهار. طيب نشوف بعد كده المنخفضات? اشهر منخفض عندنا منخفض القطارة. ده منخفض في مصر عمقه تحت سطح البحر مية وتلاتين متر. طب عايزة اعرفها اقول ايه? هقول ان هي ارض منخفضة عما حولها. واشهرها في مصر منخفض القطارة. طيب هو ايه يزيد عمقه عمية وتلاتين عن سطح البحر? احنا دما بنجي نشوف ارتفاع اي حاجة او انخفاض اي حاجة بناخد الستاندرد بتاعنا هو سطح البحر. يعني سطح البحر بالنسبة لنا هو الارتفاع زيرو. اي حاجة تزيد عنه او تقل عنه بنبتد ان احنا نشوفها. يعني لو فوق سطح البحر بواحد هنقول بواحد متر مثلا او مية متر او الف متر. طب لو تحت لو تحته يبقى ايه? واحد متر مية متر الف متر ايا كان. يبقى بالنسبة لي الستاندرد هو ايه منصوب مستوى سطح البحر. وكمان من اشكال سطح المصر اللي موجودة اشباه الجزر. تعالوا نبص كده على السهم مشاور على فين? مشاور على ارض. ولو بصينا كده هنلاقي ان من فوقيها مية. ومن الشرق والغرب بتوحها مية. يعني محاطة بالمية من ايه? من ثلاث جهات. صح? اهي موجودة عندنا الشبه الجزيرة. دي شبه جزيرة بنسميها في مصر شبه جزيرة سيناء. طيب. دي عايز اعرفها هقول ايه? هقولها يمساح من اليابس واخد بها الماء من ثلاث جهات. طيب شبه جزيرة سيناء دي بقدر اقول عليها البوابة الشرقية لمصر. لان لانها بتربط ما بين مصر ودول اخرى. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. المسطحات المائية. بقى انا كل دا كنت بتتكلم في ايه? مسطحات يابسة. تعالوا نشوف المائية. بحار بحيرات خلجان انهار. ايهي البحار مساحة من الماء المالح. اصغر من المحيط. لان اكبر مساحة مية بتبقى موجودة بتبقى المحيط. فالبحر اصغر منه شوية. مثل البحر المتوسط شمالا والبحر الاحمر شرقا. طب البحيرات هي مساحة واسعة من الماء العزب او المالح يحيط بها اليابس من جميع الجهات. زي بحيرة ناصر ودي بحيرة عزبة. وبحيرة قارون ودي بحيرة ملحة. خلجان هي امتداد الماء المالح داخل اليابس. ومنها خليج السويس وخليج العقبة. لو نفتكر في الدرس اللي فات قلنا خليج العقبة. فاكرين? كان ايه? كان من حدود مصر الطبيعية. برافو عليكم. طيب. بعد كده الانهار هو مجرى مائي عزب. مثل نهر النيل. وبالمناسبة ان نهر النيل اطول نهر بالعالم. لان فيه انهار تانية لكن نهر النيل اطولهم لانه ممتد داخل قارة الفقية. طيب. لما باجي شوف على الخريطة بلاقي الوان لكل حاجة. النون البني بيدل على المناطق المرتفعة زي الجبال مثلا. والاصفر بيدل على المتوسطة الارتفاع. زي ممكن نقول الهضاب. وعندنا الاخضر زي السهول. والاخضر الداكن المناطق المنخفضة زي منخفض القطارة. والازرق دايما بيدل على المية سواء نهار انهار او بحار او محيطات. طيب. بما تفسر يتميز سطح مصر بالتنوع. ليه? لانه بيدم العديد من اشكال السطح زي سهول وجبال وهضاب ومنخفضات. صح ولا لا? مصر احنا قلنا ان هي غنية بالاشكال كتيرة للسطح. قلنا عندنا جبال زي جبال سانت كاترين وجبال البحر الاحمر. قلنا عندنا هضاب زي هضبت الجلف الكبير. قلنا عندنا سهول موجودة زي على سهول البحر الاحمر وسهول البحر المتوسط. ودي قلنا ان هي سهول ساحلية. وقلنا عندنا سهول فايدية. دي موجودة عند النيل ودلتاة. وبتتكون من ايه? من روايس بالنيل. والمنخفضات قلنا زي منخفض ايه? القطارة. بتاع لنبص على الخريطة دي. عندنا الوان كتير. لون اخضر فاتح واخضر غامق. وعندنا لون بني غامق ولون بني فاتح. وعندنا لون ازرق. وعندنا الوان كتير. وفي مفتاح الخريطة جايب لي كل لون بيدل على ايه? وما تننساش ان هو دايما بيجيب لي سهم الشمال وعنوان الخريطة. طيب تعالوا نشوف بقى اسئلة. طيب تعالوا نشوف بعد الاسئلة. اختر الاجابة الصحيحة من دينا الاقويس. توجد شرق مصر. جبال? جبال ايه? البحر الاحمر. طب ويقع جبل العوينات فين? في الركن الجنوبي الغربي من مصر. طيب. اكثر اراضي مصر انخفاضا تحت سطح البحر. قلنا وكان منخفض القطارة. تقع هضبة مارماريكا. فين? في شمال السحراء الغربية. تمام. برافو. تعالوا نشوف المصطلح العلمي او اكتب ما تشير اليه العبارات. السهولة التي تمتد على طول نهر النيل. كانت سهول ايه? فايدية. ارض شديدة للارتفاع ولها قمة. اول حاجة خدناها. الجبال. مساحة من الارض الواسعة قليلة للارتفاع وتتكون من رواسب الانهار. كان اسمها سهول فايدية. مساحة من الليابس تحيد بها الماء من ثلاث جهات اللي كانت في الخريطة وعليها مسلس. كانت ايه? شبك زيرة سيناء. اطول نهر بالعالم وفي مصر نهر ايه? ان ميل. برافو عليكم. كده الدرس التالت خلص. فضل لنا درس واحد في الوحدة الاولى وتكون خلصت على طول. اتفرجوا على الفيديو اللي جاي للدرس الاخير في الوحدة الاولى. وبعد كده قولونا بتاعاتكم.